البعض يعتقد أن هذه الحكومة قد تأتي أو أتد لتصفية حسابات أو تقديم نقد لجماعة عندما تكلم عن عملية فساد أو الصحلاء لم نقصد طرف معين باستثناء الفاسدين وهذه الحكومة حكومة لبناء التوافق الاجتماعي ولهذا أناشد كل الفعاليات الاجتماعية من كافة القطاعات أن يكون لها دور ببناء المرحلة القادمة هذه لحظة تاريخية لنستفاد من الظرف الصعب للنهوض النهوض الاجتماعي الاقتصادي الصحي وبناء علاقة تكاملية بين كل طبقات المجتمع هذه الحكومة حكومة خيمة للجميع بدون استثناء وليس حكومة انشقاقات وخلافات تعرفون الوضع الاجتماعي الذي أنتج هذه الحكومة وعليه يجب أن يكون رئيس الوزراء والوزراء هم خيمة لكل العراقي الأحزاب مهم دورها القطاعات النقابية مهم دورها القطاع الطلابي مهم أن نتكامل جميعا للنهوض بهذه المرحلة عندما تكلم عن الأحزاب أقول بكل صراحة نظام نظام ديمقراطي ولا يمكن تقييم أو عمل أي نظام ديمقراطي بدون دور حقيقي للأحزاب وكذلك للنقابات ولجميع القطاعات عليه أن نتعاون جميعا ويقول رسالة واضحة أن هذه الحكومة حكومة توافق وليس انشقاق أو خلافات حكومة تجمع الكل بدون استثناء عرب كرد مسلم مسيحي وكذلك حماية القطاع الخاص الذي نحتمت عليه كثيرا في المستقبل